خلال الأيام الماضية في فيديو تم تداوله في الأردن بشكل واسع وأثار زوبعة جدل وتساؤلاته نشوف إلى الشعب الأردني وإلى الحكومة الأردنية أنا المواطن علي محمد إيسى الجابر سكان البالحة من الأردن من مطقة إربذ البالحة الحمد لله رب العالمين توصلنا لعلاج الكورونا خلال نص ساعة وضون نص ساعة المستشفيات المملكة كاملة بتفضل وبتروح طالب بالعلاج التابعي 2 مليون دينار وضون 30 دقيقة كل المستشفيات بتفضل والحدود بترتفع وتشتغل إلى الشعب الأردن طيب من فكرة الوصول لعلاج للفيروس لفكرة القضاء عليه في نص ساعة بس لل2 مليون اللي يبغاهم مقابل العلاج يعني الفيديو في كل زوايا ما يعدي وطبعا أثار الكثير من الجدل السبت نقلت وسائل الإعلام أردنية أنباء عن استدعاء الأجهزة الأمنية للمواطن الظاهر في الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر